لكن هي مباراة يعني غاية في الأهمية للنادي الأهلي في ضربة البداية في البطولة الأفريقية ولجمهور النادي الأهلي الشناوي في حراسة المرمى التشكيل المطاقع معلول ياسر إبراهيم أيمن أشرف محمد هاني السلية حمد فتح أفشى طاهر الشحات حسام حسن في الهجوم حسام حسن أو شادي حسين ده بكرة اللي حنشوف كولر بيحلم ويفكر فيه محدش عارف كولر بيفرد السرية التامة بقاله فترة حتى المطشاط الودية ما بيزحهاش هو طريقة لعبه إيه وبيلعب إزاي حيلعب باتنين حيلعب بتلاتة شادي حسين معافل تلاتة اللي تحت معافل اتنين اللي تحت المهاجم حيلعب قدام بيه صريح أسئلة كتيرة جدا بكرة كولر حيجاوب عنها الصعوبة إن كولر عامل ضربة البداية قدام فريق قوي وبيلعب على أرضه وسط جمهوره في البطولة الأفريقية يعني داخل زي ما بيقولوا كده على السخن مباشرة مفيش كلام داخل على السخن مباشرة مفيش كلام فأعتقد إن هي بكرة مباراة مهمة جدا الشهر ده هو شهر فاصل لكولر مع النادي الأهلي واحد يقول لي فاصل يعني يعني إيه فاصل؟ يعني ممكن يمشي؟ أو لا أنا ما قلتش كده فاصل يعني كسب إن شاء الله بإذن الله بكرة أو تعادل بكرة قدر إن هو يحسم في القاهرة مشت الأمور بشكل جيد راح عمل مباراة وبطولة جيدة يوم 28 أمام الزمالك في السوبر المصري دخل لجمهور النادي الأهلي من البوابة الكبيرة طيب الحديث المعاكس لكده هنا تبقى في الأمور أمور ويبتدي جمهور نادي الأهلي يبقى في ظروف صعبة لأن كولر نفسه جاي في ظروف صعبة أحيانا فيه مديرين فنيين بتكون مكتوبة لهم بتكون مكتوبة لهم حظهم عالي على فكرة والحظ العالي ده شيء كويس لأي مدير يعني يقول لك كده ديني حظ ورميني البحر فده شيء كويس لأي مدير فني فيه مدير فني يجيلك نص بطولة وياخد البطولة يكمل هو ياخد بطولة ويحسب له فيه مدير فني يجيلك والفريق كسبان بطولتين ثلاثة فالجمهور عنده نفس ما فيش مشاء وفيه جمهور يجيلك والأمور صعبة الفرقة خسرانة بطولات كتيرة جدا الفرقة عايزة تعود بطولة أفريقية عايزة تعود دوري ممتاز عايزة تعود عايزة تعود هنا الأمور بتبقى صعبة متبقاش سهلة كولر مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه كل حاجة طب مطلوب منه كم بطولة؟ مطلوب منه كل البطولات يعني سأبقول لكم كده هو جمهور الأهلي طالب منه كده السوبر هي مباراة مصيرية للنادي الأهلي الزمالك عنده فيها نفس الزمالك أخد كاس وأخد دوري وشغال في الكاس الجديد لسه بنافس عليه فالأمور لسه معاه الجيم معاه موجود في الجيم لكن الأهلي ما عندوش نفس الأهلي ما عندوش نفس كل الناس المختلفة مع إدارة الأهلي على الصفقات أنا صاحب نظرية ننتظر لنرى وصاحب نظرية هي مش هي بالكواليتي مش بالكوانتتي يعني هي بال 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 بالعدد بال بالخامة بال بالكيف مش بالكم حلوة هي فهي كده هي مش مهم انت جايب قد دي انت جايب تلات صفقات ولكن ولكن انت عندك احتياجات جيدة نرد على بعض إمتى احنا نرد على بعض إمتى في يناير أنا عشان اخسرت بغض النظر مين اللي عندي أحسن اللي برة ولا اللي جوة بغض النظر همشي بكام وأعمل إيه لا أنا مش صاحب النظرية دي أنا صاحب نظرية أنا أعمل الصح حتى لو فيه ضغوط أنا أعمل الصح حتى لو فيه ضغوط إذن هتكون فيه نقلة مختلفة تماما للنادي الأهلي في يناير يا إما إعارات يا إما صفقة جديدة يا إما صفقات يا إما تكسب إدارة النادي الأهلي الرهان وتقول إن هي لا هو ده كان القرار الصح إن لعبتها يحتفزوا بيها إن لعبتها يحتفزوا بيها وأما الحقيقة مع الرأي ده ترجمة نانسي قنقر